موسيقى 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 ولألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوك في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع من جهة هذا تدرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح موسيقى الحقيقة المقدسة ده أنا أمثلة كتير لفكرة الضعف وقال إن الإنسان الضعيف ده مش حاجة سيئة ولا وحشة ولا حاجة مكروها بالعكس هي دي الوقت وهذا الوقت الحقيقي اللي ربنا بيستخدم فيه هذا الإنسان ويأخذ الصفة الضعيفة دي ويعمل منها شيء كبير جدا يعمل منها قوة حقيقية ويعمل منها بركة كبيرة للإنسان ده يقدر يغدم بالضعف بتاعه والصفة اللي هو كان شايف قد إيه هي دي المعوقاء أو حجماء على أنه هو ينطلق أو يغدم بقوة لا بالعكس هي دي الصفة اللي ربنا ياخدها وتبقى بركة لحياته والكل اللي حواليه كلمة عن شخصيات كتير جدا يكتب مقدسة زي موسى النبي وقرمية ومنهم ناس كتير وفي العادة القديم يمكن أكتر نسمع عن شخصيات ونشوف قد إيه ضعف تاع الشخصيات دي اللي يتحول لقوة كبيرة جدا النهاردة ربنا بيقول لنا استخدام بتاع الضعف ممكن يثمر أو يطلع عليه أشياء أو يثم ببركة كبيرة ربنا يدي بوليس الرسول كان بيتكلم كمان عن فكرة جسده كان عنده شوكة في الجسد وده اللي خلى ربنا يتحرك وينطلق لسماء تانية جديدة خلينا نهاردة ناقش مع سيد إبراهيم على فكرة معلومة بوليس الرسول نبتدي بيه نبتدي نفهم ونعرف عنه أكتر تكلمنا كنا عن شخصية بوليس الرسول في الأول بوليس الرسول هو ما كانش من التلاميذ هو أصلا اتولد سنة خمسة ميلادية في مدينة كيليكية اللي هي تركية حاليا من صبت بن يمين زي ما قال عن نفسه في رسالته الرومية كان اسمه شاول كان بيصنع خيام كانت مهنته أنه بيصنع خيام كان يهودي لكنه يحمل الجنسية الرومانية وده ساعده في حاجات كتير في التبشير التلميذ على يد غمال إيل غمال إيل ده كان أكبر معلم النموس في ذلك الوقت في الوقت بتاع بوليس الرسول وده برضه أهل بوليس الرسول أنه يكون مبشر عظيم لأنه ثقافته اليهودية وثقافته على إيد غمال إيل كانت كويسة جدا في البداية هو طبعا كان مضطهد للمسيحية حتى أنه كان بيسافر من بلد لبلد علشان يضطهدهم وفي مرة طبعا وهو مسافر لدمشق زي ما كلنا عارفين القصة علشان يضطهد المسيحيين ظهرت له رب المجد يسوع وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني ومن الوقت ده اتغير شاول وصبح بوليس المبشر العظيم اللي الأمم كلها تعرفه فعلشان كده هو ليه ألقاب كتير جدا في المسيحية عندنا يعني مثلا رسول الأمم لسان العطر ثالث عشر الرسل فيلسوف المسيحية ليه ألقاب كتير جدا وكتاباته طبعا كلنا عارفينها الـ 14 رسالة اللي هو كتبهم لتلاميذه وللأمم فهو حاجة يعني حاجة نبقى فخورين به جدا في المسيحية حتى أن بعض الديانات والأراءة الأخرى بتقوله هو التاني شخصية في الكتاب المقدس محورية بعد السيد المسيح طبعا هو استشهد في روما سنة 67 ميلادية وبنحتفل بعيده في نفس اليوم اللي استشهد فيه بطرس الرسول مع اختلاف السنة طبعا بس نفس اليوم وده كان هو تاليمان بنعيد بين عيد الرسل عيد الرسل طيب خلينا نتكلم على فكرة كمان رسائل بوليس رسالة رسائل بوليس رسالة كان كتيرة يمكن كتب 14 رسالة لكن كورونسوس اهتم بيها وده يمكن عمل لها رسالتين لو كان لهم رسالتين مش كل رسائل رسالتين لكن كورونسوس من الرسائل اللي يمكن كان لها رسالتين مختلفتين نحن نكلم عن كورونسوس التانية بس فكرة اهل كورونسوس نفسهم كانت ايه الدعوة بتاعتهم مين هم اهل كورونسوس يمكن حضرتك بتقول هو اهتم باهل كورونسوس لان كورونسوس دي مدينة كبيرة جدا في مقاطع في اليونان كانت مشهورة جدا بغناها وعظمتها كانت مشهورة فيها فن العمارة والصناعة كانت مشهورة جدا بصناعة السفن وده لانها هي بتقع على ميناء أو بتقع نحية البحر كان فيها آلهة مصرية وآلهة يونانية ورومانية وفيها معابد الإلهة أفروديت إلهة الجمال عند اليونانيين وإلهة الظهرة كانت مشهورة جدا زي ما قلنا بغناها وعظمتها وكانت مشهورة للأسف بأنها مشهورة بالفساد والخلاعة لكن بولس الرسول زارها وبشر فيها في رحلته التانية زارها في الرحلة التانية يبشر فيها 18 شهر يقال إن دي أكبر مدة أعادها بولس الرسول في مدينة يبشر فيها بس ما زارهاش المرة دي بس هو زارها مرتين كمان وبكده يبقى هو أسس الكنيسة وزارها ثلاث مرات وتحول شعب كورونسوس من شعبه مشهور بالفساد والخلاعة لشعبه مؤمن أسس له أكبر كنيسة معلمنا بولس الرسول عظيم جدا يمكن زي ما قلنا فعلا كورونسوس كان لها اهتمام كبير بس النهار دا عايزين ندخل في عمق الآيات تكلم كده في أول آية زي ما قلنا في الساعة 12 من آيات اللي احنا مختارينها آية 7 يقول لألا أرتفع بفرط الإعلانات يعني ايه بنيجي دايما عند شوية كلمات كده أو مداخل آيات عندنا مشكلة عايزين نفهم أكتر يعني ايه فرط الإعلانات يعني ايه لألا أرتفع بفرط الإعلانات أولا عايزين نعرف ايه الإعلانات دايما الكتاب المقدس بيحط لنا مفردات نقف عندها يعني ايه إعلانات الإعلانات اللي كان بيقصدها بولس الرسول في الوقت ده هي الرؤى الرؤى اللي كان بيشوفها لأن بولس الرسول ذكر في نفس الإصحاح اللي احنا فيه الإصحاح 12 ده بيقول أعرف إنسانا قبل 14 عاما أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم هذا أختطف إلى السماء بيقول كده المفسرين إن اللي بيقول ده الإنسان ده هو بولس الرسول نفسه لكن هو باتضاعه بيقول أعرف إنسانا مرضيش يقول أنا اختطفت إلى السماء فبولس الرسول لما اختطف إلى السماء شاف ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر مع الإعلانات الكتير اللي شافها بولس الرسول دي كانت ليه مواهب إنه كان بيشفي مرضى أو ميت كل ده فبولس الرسول بيقول لألا أقع في منفرط الإعلانات فهو بيقول أنا ربنا اداني شوكة في الجسد علشان ما قاعش في خطية الكبرياء دي والغرور فاداني شوكة كأنها حصن لي أنها كل شيء بتفكرني إن أنا أتضع لا أنا أنا أقل لده لكن لا برضو لازم أتضع طيب خلينا نكلم برضو عن فكرة شوكة الجسد يقول كده أعطيت شوكة في الجسد بولس الرسول كان عنده شوكة في الجسد إيه الشوكة دي وهل فعلا شوكة بمعنى كلمة شوكة بمعنى الحرفي بتاعها ولا لها معنى روحي كان أرز قصد بهذه الشوكة الجسدية هي للشوكة دي تفسيرات كتير جدا في بعض التفسيرات قالت إن الشوكة دي كانت عبارة عن دمامل وقرح في جسم بولس الرسول تفسيرات تانية قالت لأ دي كانت اضطهادات ومحاربات من الشيطان اللي كان بيحاربها الشيطان ضد بولس الرسول في كل مكان وفي كل وقت لكن الرأي الأرجح والتفسير الأضق هي إنها كانت مرض فعنية زي رمض ربيعي أو حساسية ضعف بصره وده بنلاحظه يمكن في رسائل بولس الرسول إنه ما كانش بيكتب رسائله بنفسه كان دايما بيمليها لتلاميذ يعني نلاقي مثلا في أواخر بعض الرسائل بيد سلوانس الأخ الأمين أنا تيريوس أسلم عليكم في الرب لكن لما بولس الرسول كان بيكتب بنفسه كان بيقول بيدي أنا بولس هذه علامة فهو دايما لما كانت فدي كانت المفسرين يقولوا إنها كانت ضعف في بصره ويمكن نستدل من قسمة الرسل من الحتة دي لما بنقول وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأرواح الشريرة وتشفي الأمراض دايما العصبة بتبقى مربوطة على العين عصبة للعين فدي استنتاج من القسمة إنها برضو كانت مرض في عينيه اللي هي الرمض الربيع أو حساسية والمرض اللي بتاعولك كان ممكن يشفي فعلا أمراض كثيرة طيب معلمنا قديس بولس الرسول كان عنده ضعف زي ما ذكرنا وقلنا وقلنا ممكن يكون فعلا ضعف بصري هل في ضعفات الإنسان فعلا ممكن يوعى فيها يعني لو استندنا إلى الحياة الروحية أو الكنيسة وتعليمها لنا ايه ضعفات اللي فعلا الإنسان ممكن يمر بيها زي ما قديس معلمنا بولس الرسول مر بضعف جسدي في ضعفات كتير يعني للضعفات أنواع والضعفات متنوعة زي ما قلنا الروح القدس على لسن يعقوب الرسول احسبوه كل فرحا يا إخوتي حينما تقعونا في تجارب متنوعة فالتجارب متنوعة وكتير في مثلا تجارب وضعفات من أجل الإيمان زي الاتهاضات اللي بتوجهها الكنيسة من بداية المسيحية لحد دلوقتي لكن نلاقي السيد المسيح نفسه بيقول إن كانوا اضطهدوني فسيتهدونكم فأنواع الضعفات ممكن ناخد منها كم نوع كده اللي هي مثلا الضعفات الروحية كلنا أحيانا بنسقط في حياتنا الروحية بس بنلاقي دايما الكتاب المقدس بيعزينا بسرعة بيقول الصديق يسقط سبع مرات ويقوم إذا كان الصديق بيسقط سبع مرات ويقوم فأنا هحاول أن أقوم أذكر من أين سقطت أقوم في الآية برضو اللي بتقول السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين برا لا يحتاجونها للتوبة النوع الثاني من الضعفات فيه الضعفات المادية زي ضعفات حنانية وسفيرة لما كانت الحياة مشتركة بينهم والفلوس وكان المال بيوضع تحت أقدام الرسل زي ما الكتاب المقدس بيقول ولكن هما لما طمعوا واختلصوا جزء من مال الأرض كانت دي ضعفة بالنسبة لهم بس للأسف قدت إلى موتهم موتهم سريعا في الضعفات الجسدية زي مثلا ضعفات أيوب أيوب لما شاف نفسه بار في عيني نفسه ربنا اداله ضعفة التأديب فهو قعد زمن طويل جدا بالمرض ده لكن ربنا عوضه أكتر وأكتر لما رجع بنلاقي في وقتنا الحالي ده في ضعفات جسدية إنه واحد مثلا يقول لي أنا مش هصوم علشان أنا صحيتي مش هتستحمل أو ما شابه بكده يعني لكن هو يعني أثبت العلم إن الأكل النباتي صحي أكتر من الأكل الحيواني ففي ضعفات جسدية وكلنا لنا ضعفات طبعا كنيسة دائما تعلمنا كده إنه في شخصيات كتير لازم نقتدي بي زي أبطال الإيمان وزي أشخاص كتابية زي محاكم كده ذكرت أيوب أو غيره من العهد القديم إيه الأمثلة تانية اللي في عام تشجعنا إحنا كناس عايشين في العصر الحالي إنه في أبطال فعلا عاشوا وكان عندهم شوكة في الجسد أو أمراض متعبة وعصيبة ومش حاجات صغيرة زي اللي يمكن نهارده إحنا منتدلع بيها شوية زي بطني واجعيني وحاجات صغيرة زي كده بس فعلا الأمراض وتعب جسدي صعب يمكن هو ده اللي بديهم قوة هو ده اللي كبرهم وزي منقول كده بوليس الرسول لما تكلم على شوكة جسده أو منتكلم على أبطال الإيمان الحاجات الصغيرة أو الأمراض الجسدية اللي عانوا منها هي فعلا نقلتهم نقلة تانية خالص ودتهم خير وبركة مختلفة أكيد طبعا يعني مفيش إنسان في الخليقة كلها ملوش ضعفات يمكن من بداية الأزل اللي آدم نفسه كان ليه ضعفات بس احنا ممكن نقول مثلا اللي لهم ضعفات ولكن ربنا وقف معاهم موسى النبي موسى النبي اللي كان كلمة الله كان بيحب شعب بني إسرائيل جدا وشعب بني إسرائيل كان بيحبه وكان شفيع ليهم في كل وقت لما ربنا نداه ودعاه للنبوة قال لربنا أنا سقيل الفم واللسان فدي كانت ضعفة ضعفة تاني لموسى النبي إنه وقع في خطيئة قتل الرجل المصري لما تخانئ مع العبري هو قتل المصري وهرب إلى أرض مديان فيه مثلا إبراهيم أبو الأباء إبراهيم برضو كان ليه ضعفات إنه قال لصارة لما نروح مصر أو قولي لفرعون وأبي مالك إنك أختي مع أنها زوجته فيه ضعفة تانية لإبراهيم كان خايف كان فيه ضعف الخوف كان فيه ضعف الخوف كان فيه ضعف الشك الإبراهيم لما هو شك من وعد ربنا لي لما قال له أنت هيكون لك نسل كبير من صارة لكن هو شك شك المرة الأولى لما دخل على هاجر وخدها زوجة وشك المرة التانية لما قال له أنا يا رب شيخ ومراتي عجوزة يعني هو شك في كلام ربنا فيه برضو من يونان النبي يونان النبي لما إحنا بإذن ربنا هنبدأ صوم أهل نينوى بعد بكرة يونان النبي برضو كان عنده ضعفة إنه خاف يروح يبلغ رسالة اللي قال له ربنا الأهل نينوى وربنا إداله ضعفات الخوف دي لكن قدبه بإنه يبقى في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي لكن لما خرج يونان راح بلغ رسالة الأهل نينوى وأمن كتير جداً فيه برضو من شخصيات من شخصيات تاريخ الكنيسة فيه المعلم إبراهيم الجهري معلم إبراهيم الجهري برضو كان ليه ضعفة بإن ابنه توفى قبل قبل جوازه بفترة صغيرة فهو حزن جداً هو وزوجته لكن ظهر له الأنب انطنيوس أب الرهبان وقال له إن ابنك ده لو عاش كان هيدنس صورة أبوه واللي عمله المعلم إبراهيم الجهري فقال له مقاصد الله لا يعلمها غير الله فيه أمثلة كمان يمكن الكنيسة تعلمها لنا إن مش بكبر وصغر السن فيه ناس إنهم كان صغير لكن كان عندهم شوية ضعفات وربنا تمجد فيهم وغير حياتهم وخلى كمان مجد حياتهم ده يغير ناس حواليهم كثيراً زي أثاناسيوس وزي ديموتاوس زي ربنا كده غير حياتهم إيه الضعف اللي كان عندهم هو ربنا ما كانش بيستخدم الكبير بس يعني يمكن مثلاً كان في أيام اليهود زمان ما بيعتبروش اللي تحت التلاتين سنة إنه كبير كانوا لا يعتبروا اللي تحت تلاتين سنة ده صغير حتى لو سنه 29 سنة لا ده صغير علشان كده المسيح كامل رسالته بعد التلاتين أو بدأ الرسالته بعد التلاتين ثلاثين سنة فالأشخاص الصغيرين دول ربنا برضو استخدمهم يعني فيه زي ما حضرتك قلت أسانس يصير رسول هو لما كان شماز صغير قبل ما يبقى راهب أو أسقف أو بطرق دخل مجمع نقية وحضره واشترك في وضع قانون الإيمان اللي احنا بنردده كل يوم مع إن أسانس يص الرسول كان صغير في السن لكن هو كان بقامة روحية عالية جدا ربنا بيبص على قامتنا الروحية مش على سننا فهو دافع عن الإيمان الصحيح ضد أريوس اللي كان بيهارتق بإن الإبن أقل ألوهية من الآب وفضل يدافع عنه حتى لقب أسانس يصبح إنه الرسولي أو حامل إيمان فيه برضو القديس تيموساوس تيموساوس الرسول اللي هو تلميذ معلمنا بولوس الرسول لما بولوس الرسول بعط له رسالة وقال له لا يستهن أحد بحدثتك هو بعط له رسالة دي لأن تيموساوس كان أسقف لكنه صغير في السن فبولوس الرسول بأبوته خاف إن بولوس يقع في غطية الصغر أو يحس نفسه ضعيف أو الضعفة دي بالنسبة يحسها عقبة قدامه فقال له لا يستهن أحد بحدثتك وقال له إن كن عزه وابخ عزه كن قدوة للمؤمنين لأن انت راعي والراعي دايما لازم يكون قدوة للمؤمنين بمواهب الروح القدس اللي هو بيبقى أخذها عن طريق الرسامة رسامة أسقف وطبعا فكرة السن الصغير دي كتير بتخوفنا لأن فعلا الناس كتير سنهم صغير وشهده كمان وقدسين آه طبعا كنيسة مليان جدا كرياكوس الصغير قديس أبا نوب أنه يسي ممكن 12 سنة وشهيد عظيم جدا وليه كنيس باسمه يعني حاجة برضو من الحاجات الرائعة والجميلة اللي كنيساتنا تعلمها حتى لو وعد عنده عشر سنين و12 سنة لا ده ممكن يكون فقامة عالية جدا طبعا حتى في عصرنا الحالي ده في شهد صغيرين في السن برضو دي يعني ربنا أخدهم في استعدادهم زي ربنا يعمل في ضعفنا ودي الحاجة النهاردة اللي عايزين نطلع بها زي فعلا أقدرك أن أنا عندي حاجة عندي حاجة تعباني ملاجماني حاجة ضعفة عندي معروف أنا حسه وعارفه زي ربنا يتعامل بي ويخليه فعلا سر بركة حياتي وبركة كل بركة حياتي وبركة كمان لكل الحوالية والآخرين اللي بتعامل معاهم بي زي ما بيقول الكتاب الله يخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل أكلا ربنا زي ما قلنا من شوية أنه اختار جهال العالم ليخزي بهم العلماء واختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء يعني في أمثلة كتير جدا من الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد وتاريخ الكنيسة بيقول أنه ربنا اختار ناس ما نتخيلش أن الناس دي ربنا هيعمل بيها حاجة فيه مثلا في العهد القديم أرمي النبي لما أرسله الله بالنبوة قال له آه أيها السيد الرب لا أعرف لأني ولد فرد ربنا وقال له لا تقل أني ولد فربنا بيستخدمه وخلاه يروح يبلغ رسالته هو بلغ رسالته وعمل كل اللي طلبه منه ربنا وزي ما قاله ربنا لا تقل أني ولد فيه زي موسى النبي لما قلنا من شوية أنه قال أنا سقيل الفم واللسان برضو ربنا استخدمه وخلاه يقود شعب بني إسرائيل أربعين سنة في البرية وبقى لقبه كليم الله يعني هذا الشخص كليم الله اللي كان سقيل اللسان بقى كليم الله فعلا اللي كان لسانه تقيل بقى هو كليم الله فالسيد المسيح نفسه اختار برضو ناس بسيطة جدا اختار بطرس الرسول وأندراوس اللي كانوا صيادين ودول بشروا في أماكن كتيرة جدا وهدوا ناس كتير جدا للبر وللإمام بالسيد المسيح فيه في تاريخ الكنيسة برضو سمعان الخراز ده ما كانش شماس ما كانش شكاهن ما كانش أسكف لكن ربنا استخدمه وبصلاته وببسطه دي نقل جبل المؤطم فيه تاريخ الكنيسة وبستان الرهبان مليان كتير جدا فيه الراهب البسيط يحنى الزمار اللي نقل الألاية ببسطه اللي هو ما كانش يحافظ أي ألحان ولا أي حاجة فرئيس الدير قال له يمشي فهو قال له أخذ الألاية معايا فصلى فبسطته نقلت معا الألاية فالبساطة يعني ربنا بيختار القلوب البسيطة ويسكن فيها صحيح ويمكن فعن زي ما حالك قلت الكنيسة مليانة بقصص الإيمان اللي نقلت جبل المؤطم واللي نقلت واللي حولت واللي غيرت يعني دي حاجات فعلا كلنا عارفينها وأمثلة كلنا أرناها لكن النهاردة بييجي وقت علينا ضعف ووقت الضعف ده بيكون صعب على الإنسان خلي النهاردة أختم معاهادك بالرشدة الصغيرة دي إزاي ما واحد يكون ضعيف حاسس بضعف وحاسس بتعب يطلع من ده يخرج من ده إزاي دي نجد رشدة في كلمات بسيطة نختم بيها مع حالك النهاردة طبعا الإرشادات كتيرة جدا اللي ممكن نرجع لها وخليني الأول أقول أن الذين بلا مرشد كأوراق الشجر يتساقطون أول حاجة ممكن نقول السبات مع الله السبات في الحياة مع الله يعني في بعض الناس بسبب التجارب بتضعف وتلاقيها بعدت عن ربنا بمجرد خطيئة يعني واحد بيدخن فأقلع عن التدخين فارجع له تاني بس رجع أكتر من الأول مدخن أكتر من الأول أو شرب الخمر دول ممكن نقول عنهم ابتدأ بالروح وأكمل بالجسد علشان كده ما كملش فيه التمسك بفضيلة الرجاء يعني مهما نضعف لكن إحنا المفروض أننا ما نيقاسش زي ما قال الكتاب المقدس لكل الأحباء يوجد رجاء لازم برضو يكون عندنا صهر صهر وجهات في حياتنا الروحية وقت الضعف بنلاقي دايما الكتاب المقدس بيقول لنا صهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة فالصهر والجهاد بيخلينا ننتصر على أي ضعف في جوانا الصلاة والكتاب المقدس برضو لازم أننا يبقى عندنا نظر لضعفات الآخرين مش علشان ندينهم لا إحنا علشان لما هنبص ليهم هنتعزى من جوانا أن ضعفاتنا دي إحنا بربنا هنعديها وهننتصر عليها في أي آخر حاجة اللي إحنا نلجأ للطرق الإلهية زي مثلا التناول والإعتراف الأسرار المقدسة قراءة الكتاب المقدس الصوم والصلاة كل ده هيخلينا أن نعدي من الضعفات دي وكده يبقى إحنا يعتبر خدنا مبادئ أن نعدي من الضعفات وربنا طبعا بيكمل لأن قوتي في الضعف تكمل حاجات اللي بتراي يعني يمتدي بيها نتناول نعترف فعلا الأسرار هي الحاجات اللي بتقرب المسافات والسكة بعدها فعلا اللي بتهيلي السكة هتبقى سهلة تفتح باب كده أن نتحرك والطريق بعد كده يمشي أكيد أشكرا جدا أستاذ إبراهيم نصري خادم كنية الساملاك سوريال وشاهدة العظيم ماري مينة بالعمرانية أشكرا جدا اللي وجودك معنا نهارده صباح نور عليك صباح نور ويا رب تكون الرسالة النهارده لكل شخص اسمعنا وفعلا نستفاد بي هيفكر مع نفسه كل واحد اللي يرساله على فكرة واضحة لشخصه إحنا النهارده بنتكلم في مبادئ عامة النهارده بنتكلم في فكرة رسالة بتبعتها النهارده لكن كل حد ياخد ده على نفسه ويفكر فيه أكتر ويتعمق فيه ويكون باب النهارده صغير أو شباك كده بنفتحه وكل واحد يتعمق بطريقته بشكرك جدا تاني أستاذ إبراهيم شرفتني في فقرة الأولى بن بكرة بتسمع صوت لصباح النور هذا اليوم صباح النور يمكن خلصتنا فقرتنا الأولى لكن فقرات صباح النور مكملة معنا فقرتنا التانية هتكون عن عرض كتاب زي ما قلنا كده في المقدمة عندنا كتاب نهارده بعنوان القالق القبطية في أو على مر الزمان ونهارده عندنا سلسلة كبيرة من هذا الكتاب لكن النهارده هنتكلم عن بكورة الكتاب كاتب هذا أو كاتب هزيز سلسلة هيكون معنا فقرتنا الجاي خليكم معنا لكن فاصل قصير نرجع لكم حالا اشتركوا في القناة